في تقييمك سيد الفاضل ماذا لو لم تكن هذه الفتاة كردية هل كانت ستقوم القائمة كما قامت أستاذ عمان أظن نعم أستاذ سامر نتذكر قبل انتشار فيروس كورونا بفترة قليلة كانت هناك مظهرات هي الأضخم في 2019 وكانت شاملة تتعلق بالغزاء والأكل والمشرب وكل ما يتعلق بالمعيشة وقامت بحرق صور لزعماء التاريخي لإيران ونتذكر أيضا أنها تزامن معها تكرار لمظهرات مسيلة في بعض المدن العراقية الذاتة الأغلبية الشيعية وبعض المدن اللبنانية حينما رفعت شعار تطالب بطرد كل الطبقة السياسية يقول بعض الخبراء أن كورونا أفاد كثيرا هذه الدول أو البلدان الثلاثة لأنه عطل أكبر حركة مد شعب حقيقي احتجاجية في هذا الوقت ومكنت السلطات في البلدان الثلاثة من استيعاب هذه المظاهرات وبالتالي القياس اليوم ما يحدث في إيران اليوم لا يقارن من حيث الحجم والقوة بما حدث في 2019 ورغم ذلك استطاعت الحكومة الإيرانية والسلطة الإيرانية من استيعابها ظن الشخصي أن ما يحدث الآن هو شيء مهم جدا وشيء شعبي حقيقي لكنه لا يهدد جوهر النظام الإيراني حتى هذه اللحظة هناك فارغ بين التمنيات للمختلفين مع النظام الإيراني والإعلام الذي لا يتعاطف كثيرا معنا وبين الواقع نعم هناك حركة احتجاج شعبية كثيرة هناك مشاكل سياسية كثيرة هناك مشاكل معيشية مشاكل جيلية ربما يكون نعم أحد الأسباب هو أن تعسر أو الموت الإكلينيكي للاتفاق 6 زائد 5 زائد 1 مع إيران سبب دفع البعض إلى الشارع لأن البعض عدد كبير من الإيرانيين كانوا يرهنون على اتفاق جديد مع العالم يتيح فتح البلاد يتيح اندماج إيران في النظام العالمي بما يتيحه ذلك من اتجاه نحو الإصلاح وتخفيف من قبضة التيار المحافظ لكن ربما هذا يفسر ما حدث لكنه ليس كل الأسباب هناك تداخل كبير بين مجموعة كبيرة من الأسباب وقفت وراء ما يحدث الآن مهس أميني كانت مجرد الشرارة التي فجرت هذه الأمور لكن ظني أنها لو لم تكن يعني ردا على السؤال الذي سألتها للضيف لو لم تكن كردية لربما كان الزخم أكبر من ناحية أن الأقراد هم أقلية في الدولة الإيرانية وبالتالي ربما كانت ستأخذ زخم أكبر بكثير مرة أخرى القصة يعني هناك ما يسمى بالظرف الموضوعي في السياسة قد تكون هناك أسباب كثيرة للإحتجاج مشاكل كثيرة تفاقف في مستوات المعيشة لكن كل ذلك لا يصنع حركة شعبية كبيرة أو سبب أساسي للتغيير معنام تتوفر العامل الموضعية التي أتحدث عنها دائما علماء السياسة وبالتالي القفز إلى نتائج أن النظام مهدد ظني أنها سابقة لأوانها إلى حد كبير طيب وهذا كان سؤالي أستاذ عماد للأستاذ مصطفى العمار هل هذا المصار الذي نشاهده ونتابعه ونعمل على رصده من داخل إيران يؤدي إلى هذه المطالب أم أن الغرب ذهب بمطالبه إلى مساحات أبعد من الواقع ولماذا؟ في تفسيرك أنت طرحت أو على الأقل أمنت على فكرة أن التعثر الحاصر قد يكون أحد الأسباب في التعاطي الغربي مع ما يحدث داخل إيران لكن في تقييمك بالجملة كل هذا الحاصر حاليا في إيران يؤدي إلى ما تطالب به الغرب أن توصفت الأمر بأنه أماني هل يظل كذلك؟ آخر كريم نتذكر أن الاتفاق كان قابق وسينة وأدنى قبل اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية كانوا قد وصلوا إلى ما يجبه مسودة الاتفاق بالفعل ثم اندلعت الأزمة ثم توقف كل شيء ثم زادت الأبور تفاقما حينما اتهم الغرب إيران بأنها تزود روسيا بمسيارات قد تؤدي إلى تعطيل تقدم المقاومة الأوكرانية ثم كانت هناك مطالب أخرى من روسيا تريد أن لا يكون هناك عقوبات على تجارتها مع إيران بعد العقوبات الغربية ضدها وبالتالي كانت هناك مصلحة روسية في تحطيل الاتفاق كانت هناك مصلحة غربية في الضغط على إيران بمطالب أكثر كانت هناك رغبة إيرانية في استغلال التعسر الغربي مع روسيا وربما الحصول على مزايا أخرى في الاتفاق وبالتالي كل طرف نظر إلى الأمر من زاوياته الخاصة أنه يريد أن يحصل على مكاسب أكبر فتعسر الأمر ودخل هذا الاتفاق الموت السريل حتى هذه اللحظة ورغم ذلك ما زالت أوروبا تتحدث ألمانيا تقود معسكر فرض العقوبات على إيران الدول الغربية رأيناها اليوم تحتاج على عمليات الإعدام لكن يقولون أيضا نحن ليس لدينا بدينا عن الاتفاق السياسي لكن بأي تمن الاتفاق السياسي هل إلى أن يأخذ الاتفاق أو المشروع النووي الإيراني نقطة لا عودة الدميع يحاول الوصول إلى حفبة الهاوية حتى يحصل على السبل الأكبر لكن أظن أن هناك متغيرات حصلت زيادة الاتجاه اليميني في أوروبا زيادة الغضب الشعبي الأوروبي والحكومة مما يقال عن مساعدات إيرانية لروسيا وصول حكومة يمينية متطرفة لليكود وأنصاره المتطرفين في إسرائيل تضغط أكثر على الأمريكان وعلى الأوروبيين من أجل الحل العسكري هناك ميل في إدارة بايدن اكتشفت ربما أنها كانت تبالغ كثيرا في مسألة الرهان على الاتفاق هناك أيضا ضغط خليدي يريد أن يحصل إما أن يكون هناك اتفاق يلبي أو يأخذ المخاوف الخليدية في الحسبان أو الأفضل أن لا يكون وبالتالي تشابك الموضوع أكثر وأكثر بحيث أن عدم الوصول إلى الاتفاق صار هو العنوان الأبرز حتى هذه اللحظة ما لم تحدث مفاجأة غير متوقعة بالمرة حتى هذه اللحظة